طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وزارة الصناعة والتجارة والتموين بوضع أسعار تأشيرية للخضار والفواكه للحد من الارتفاع الكبير لأسعارها الرئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي قال إن هناك شكاوة حول وجود ارتفاع كبير في أسعار الخضار والفواكه مثل البندورة التي تباع بين 60 إلى 90 قرشاً والبطاطا بين دينار ودنار ونصف والبصل بين 70 قرشاً إلى دينار والموز المستورد الحجم العادي بين دينار وربع ودنار ونصف وطالبت الجمعية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه السلع وضمان بيعها بأسعار مناسبة للمستهلكين وجودة عالية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة